أقول لكم كم اسم من الأسماء المرشحة لتدريب النادي العالي الأبديت عشان فيها أسماء كل شوية بتتحط ديفيد فاجنر ألماني عنده 50 سنة بيلعب 4-4-2 أو الطريق الأشهر ليه يعني أيضا لعب أو درب أن ديت يونج بويز السويسري شالك الألماني هيدرسفيلد الإنجليزي بروسيا دورتموند الفريق الثاني وفريق هوفنهايم الألماني تحت 17 وتحت 19 عام عمل مساعدا للمدرب الألماني يورجان كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول خلال تولي تدريب بروسيا دورتموند قاعدة هيدرسفيلد الإنجليزي لتعاول إلى البريمير ليج من دور الدرجة الأولى في 2014 حصل على جهازة أفضل مدرب الدور الإنجليزي لدور الدرجة الأولى أشرف على تدريب رمضان صبحي في هيدرسفيلد قبل أن يخرج رمضان معارن للأهلي حصل مع يونج بويز على المركز الثالث بالدور السويسري ب60 نقطة من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 16 وخسر 8 لقاط أيضا المدرب الكبير المعروف يعني أو يعني مشهور في ألماني تحديدا ماركو روزا ألماني عنده 45 سنة بيلعب عادة 4-2-3-1 درب عنده بروسيا دورتبوند وبروسيا مونشنجلاتباخ وريدبول سالسبورج وليكوموتيف لايبزيك في آخر تجربة له مع دورتبوند احتل المركز الثاني بالدور الألماني بفارق 8 نقاط عن باير ميونيخ لفلي البطل وضع كأس ألمانيا من دور 16 كما غادرت دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات ولم ينجح فيه التأهل من ملحق الدوري الأوروبي أيضا فاز بالدور النمساوي مرتين مع ريدبول سالسبورج موسمي 17-18 و18-19 فاز بكأس النمسا موسم 2018-2019 هايكو هيريليش ألماني عنده 50 سنة الطريقة الأشهر ليه 4-2-3-1 درب أوكسبورج وباير ليفركوزين ومنتخبية ألمانيا تحت 17 عام وتحت 19 عام وباير ميونيخ فريق الشباب تحت 17 عام وبروسيا دورت منتح 19 عام دي الأسماء الجديدة يعني بنا نقول الجديدة أنه فيه أسماء كتيرة معروضة عن نادي الأهلي ما بين مفاوضات ما بين أرقام ما بين تفاصيل كثيرة الأمور يعني إيه لسه لم تحسمه الأهلي قال أنه هو مش مستعجل في هذا الأمر هو عايز يختار مدير فاني كوف أخاصة أنه عنده ثقة في كابتن سامي أمصان ترجمة نانسي قنقر